السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما أيها الأحبة نتألم كثيرا حين نسمع أن هناك خرقا للسيادة العراقية عبر القصف أو عبر الاحتلال هذا أمر يرفضه جميع العراقيين إلا أن حين يتحول مكان ما في وطننا إلى مأوى للإرهاب أو للمجامع الإرهابية التي تمارس نوعا من العدوان على دول الجوار عندئذ نتوقف كثيرا سعدة السفير الإيراني أهل صادر أكد في أحد اللقاءات التلفزيونية على أنه قدم طلبا للحكومة العراقية ولحكومة أقليم كردستان في أن تنزع سلاح الجماعات التي تتخذ من أقليم كردستان مركزا لتواجدها ويجب أن يتم هذا المزع خلال عشرة أيام موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حمل عنوان أقليم كردستان عشد دبابير أيها الأحبة كما هو الحال في كل حلقاتنا نتناول إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع مقالنا الأول حمل عنوان كردستان للعراق أم ضد العراق الكاتب الدكتور حيدر سلمان تعالوا نقرأ سويا كردستان للعراقي أم ضد العراق للبحث بشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان لحظة فقط لنفكك الأزمة المتجددة البي كي كي والكومال والحرية الإيراني وأي بي جي والديمقراط الكردستان الإيراني والعمال الكردستاني وقسد وبي أي كي وبي أس كي والكثير مما لا تصعفنا به الذاكرة هي تنظيمات معارضة إيرانية وتركية وسورية كلها في إقليم كردستان العراق تحتاش على أراضيه وتمتص من خيرات وأموال العراق أليس الدستور يقول لا يجوز أن يكون العراق منطلقا لمهاجمة جيرانه كما يقول أن الأقليم جزء من العراق ويجب أن يخضع لسياسات ودستور العراق طريق الحق واضح وهو بالمختصر أن هناك أقليم يتبع قانون لسلطة العراق وفي الواقع هو متمرد عليه ولا يخضع لقوانينه ولا دستوره ويتخذ من أراضيه منطلقا للهجوم على دول مجاورة له بحرب إنابة جديدة ومتجددة ذات أبعاد عرقية والعراق مهما كانت الريانات والإدانات هو المتضرر الأول مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم السيدة تبارك الراضية الباحثة في الشأن السياسي الأستاذ الكاتب والمحن السياسي السيد محمد حسن السعدي مرحبا بكما ضيفيني كريمين سيدة تبارك على مدى أربعين عام إيران محاصرة بأقسى أنواع الحصار إلا أنها أثبتت أنها قادرة على تجاوز هذا الحصار وبالتالي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها البحث عن وسائل أخرى للإلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية في إيران لكن إيران لم تكتوفت الأيدي بل كشفت كل الأقمع التي تغطى وراءها من كان يوثل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية بصيصة من الضوء على هذا الجانب بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بك وأيضا بالأستاذ محمد حسن طبعا من بداية قيام الثورة الإسلامية حاولت الولايات المتحدة اختراق الثورة وتعطيلها أذكر في صعيد تلك الأحداث أن كيسنجر كان على اتصال دائم بالسفارة الأمريكية بطهران كان الشاه يتصل بوزارة الخارجية الأمريكية بالبداية كانوا يردون عليه يريد حاجة الرئيس الأمريكي يأجلونه إلى أن وصل مرحلة ما قاموا أصلا يردون عليه بهذه الفترة يقول كيسنجر أنه إحنا سفارتنا بطهران قالت أنه يابا وضع الشاه منتهي والثورة الإسلامية من تصرع حاولوا تفتحون علاقات مع الثورة الإسلامية مع القادة الجدد لإيران لما انفشلوا حتى بفتح علاقة على اعتبار أنه يعني الموقف الحازم من قوى الاستكبار العالمي اللي تبنى الإمام الخميني أحمد الله فعلا لذلك بروز هوية إسلامية أخذت على عاتقها دعم القضية الفلسطينية هوية إسلامية لا أحد خصوصا في المنافسة الأخيرة بمحاولة خلق قوية أخرى إسلامية بالوطن العربي فشلها لذلك نحن نلاحظ بالفترة الأخيرة عمليات الاختراق للجمهورية الإسلامية نشطت أكثر أمام الإنجازات اللي حققتها الجمهورية التحقيق الاكتفاء الذاتي على عدة أصعدة التطور في مجال العلمي التكنولوجي أيضا الطاقة النووية وغيرها إحنا يعني نعرف يعني أفوان أستاذة سبرك إحنا إذا نباوع على اللستة الخاصة بالإنجازات الإيرانية سواء على المستوى الطبي على المستوى النووي على المستوى الاقتصادي نجدها مكتظة بالمنجزات نعم صحيح يعني على المستوى الطبي يعني الجمهورية الإسلامية حققت كثير من التقنيات تقنية النو النانو تقنيات يعني الخلايا الجذعية زراعة القلب والكبد وهذه يعني عمليات أو مراحل صعبة الأنظمة الطبية المتقدمة ربما لا زالت يعني في طور تطويرها أيضا على صعيد السلاح النووي والاكتفاء الذاتي العسكري بالأسلحة الدفاعية ومن ثم التحول حتى للطائرات وإحنا شفنا يعني الفرق اللي أحدثتها طائرات الإيرانية بالحب الروسية الأوكرانية أيضا خلينا ننسى على صعيد توفير الخدمات حتى داخل الجمهورية الإسلامية الخدمات بمختلفة سواء المياه الكهرباء وغيرها وصلت إلى أغلب القرى الإيرانية يعني إيران حققت الاكتفاء الذاتي على صعيد الكهرباء اللي هو أبرز ملف بدول المنطقة وهي تصدر للعراق وغيرها رائمة ونجزات الجمهورية الإسلامية تطول وربما تحتاج إلى وحدة هذا الموضوع يحتاج إلى دعيني أنتقل للأستاذ محمد حسن الساعدي مرحبا بك ضيفا كريما علينا أستاذ محمد الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال أن الضربات التي تم توجيهها إلى أهداف في كردستان هي أهداف تؤوي جماعات مناوئة لإيران كانت بسبب الدعم العسكري من قبل تلك الجماعات للإرهاب الذي كشر عن أنيابه في إيران من أمن والاستقرار في الضبطة الشرقية للحدود الإيرانية العراقية ليش أقليم كردستان يؤوي هذه الجماعات هذا أمان رحيم مشكلة سؤال جدا مهم وحيوي بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم لضيفك الكريم مشاهدين الكرام اليوم الجمهورة الإسلامية بعد لعبها الدولة المهم والريادة في المنطقة تصديها لكل المشاريع والمخططات التي تحاول النيل من المنطقة ومحاولة تقسيمها وإعادة سايكس بيكو جديد ووقوف الجمهورة الإسلامية بقوتها أمام هذه المخططات طبعا سعى الاستكبار العالمي إلى محاولة ضرب الجمهورية الإسلامية لكن هذه المرة ليس بالسلاح وليس بالمواجهة العسكرية لكن من خلال ضربها بزعزعة الاستقرار في داخله لذلك سعت من خلال عصابات إرهابية موجودة في إقليم كردستان تأوي حوالي أكثر من 74 معسكرا تأوي الكثير من العصابات الإرهابية الخارجة هذا موثق يعني؟ نعم نعم هذه المعلومات أكيدة 74 معسكر تدريبية جماعات الإرهابية في إقليم كردستان كذلك قسم من هذه الجماعات تدرب في جنوب أفريقيا وبجوازات سفر عراقية أهلا؟ نعم وتدخل إلى إيران بجوازات سفر عراقية هذا اللافت وهذا من ينجاب جوازاتهم؟ جوازات حكمية للأسف من ينجابه يعني؟ هو إقليم كردستان وزويتهم في جوازات العراقية لدخول الغريب أنه هذه المعسكرات مزودة ومجهزة بكافة المستلزمات من ناحية السلاح تجهيزات اللوجستية من ناحية التدريب من ناحية المعسكرة عالية التقنية عالية وبغطاء موساد إسرائيلي وبوجود قيادات كبيرة للموساد الإسرائيلي لذلك مثل هذه العصابات تدخل إلى العمق الإيراني للقيام بعمليات إرهابية ثبت من خلال العمليات ومن خلال المعلومات التي نتابعها ونراقبها من خلال العمق الإيراني يعني من خلال بعض القيادات هناك أن أكثر العمليات الإرهابية في داخل العمق الإيراني تأتي من خلال هذه المعسكرات لذلك حسنا مون جاي ندافع عن الإيران ضد بلدنا لا لكن حقيقة نتألمني ما قاعد يدور به ليش موقف قليم كردستان بهذه السلبية من الجمهورية الإسلامية وليش الوقوف دائما موقف المعادي لجمهورية الإسلامية بإيواء مثل هذه العصابات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية واللي يتمثل خط الصد أمام العصابات الإرهابية التي تجينها من أفغانستان وباكستان بالتالي اليوم أنا بدل ما أوقف موقف الإيجابي من هذا من موقف إيجابي من الحكومة الجمهورية الإسلامية ليش أوقف بهذا الموقف السلبي بإيواء هذه العصابات الإرهابية واللي تدخل وتقوم بعمليات إرهابية وباستخدام السلاح لقال اليوم أسلحة أكثر من عشر تالاف قطعة في داخل هذه المعسكرات وأكثر من هذا العدد في داخل الأجواء وفي داخل العمق الإيراني وفي مختلف المدن والقيام بعمليات إرهابية القيام قضب على أعداد كبيرة من الأسلحة التي تهرب عن طريق الحدود المشتركة بين أربيل سليمانية إيران أستاذ على اللافت أنه التركيز على الشباب والتركيز على القنوات الإعلامية التي تتحدث باللغة الفارسية وهي داعمة لهذه العمليات واللي دعنوا واللي نراها للأسف أعمال الشباب التي تحصل في الجمهورية الإسلامية كان الفاعل الأساسي فيها هو العناصر المتواجدة في كردستان العراق بدعم إعلامي خطير جدا يعني بقيام بهذه العمليات ورق عمليات فيها بغطاء موسى بإسرائيل سيدة تبارك إيران كانت الملاذ الآمن لكل أطياف المعارضة العرق وبخاصة الأخوة الأكراد وبشكل أخاص يعني حين كانوا يطارد آل البرزاني كانت أول محطة كانت أول محطة لهم هي الجمهورية الإسلامية شن اللي صار بحيث صارت صار آل البرزاني هم رعاة الحركات الكردية الانفصالية التي تمارس أعمالا إرهابية تخريبية في الداخل الإيراني يعني أستاذ علاي ممكن هذا الموضوع أو التاريخ بعيد أكو تاريخ أقرب اللي هو سقوط المحافظات بيد داعش أول من انبرة للدفاع عن كردستان هم الإيرانيين بشهادة سيد مسعود برزاني نعم صحيح قال أول من اجي وعرب خدماته لحماية كردستان الجنرال قاسم سليماني قاسم سليماني رحمة الله علي ولما انتلت المقدمة قالت ماكو غارة قال لها هم الأول الآخرين اجوا بعدهم فهذا التاريخ أقرب يعني طبعا العلاقة بين الشعوب الكردية والشعوب الفارسية علاقة متينة وقوية لكن شوف الأكراد أو البرزاني نستعرض التاريخ لدخوله هذا جزء حيوي من تاريخ المنطقة وتاريخ الأكراد خصوصا نعم صحيح يعني موضوع البرزانيين يعتقدون اليوم في ظل وجود تصريح ربما داعب مشاعر الأكراد بأنه رجب طيب أردوغان قال أنه احنا ما رح نقف ضد الاستقلال الكردي وهذا مسألة داخلية عراقية طبعا هذا مو صحيح لأنه الأتراك يدفعون بالأكراد على حساب مصالح اقتصادية تصدير النفط عبر ميناء جهان التركي وغيرها بالمقابل يعتقدون أنه مطامع أو طموحاتهم بإقامة دولة كردية منفصلة عن العراق ما يقف أمامها بس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لذلك هم يحاولون يحرضون الأكراد داخل الجمهورية الإسلامية وإحنا شفنا التدخل الخطير والدعم الكبير ما عدتهم نهائيا لكن يحاولون يزجون ويخلون الأكراد بمواجهة الجمهورية بالنهاية أنه لا يمكن لأنه هذا يعني راح يكون إلى تداعيات على الأتراك الموجودين بتركيا وتركيا يعني من التسعينات والثمانيات تجرم وتسوي مجازر بالأتراك بل لديها اتفاق حتى مع النظام البعد سيدة تبارك الراضي لستاذ محمد حسن الساعد أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان لماذا هاجمت إيران مواقع في كردستان العراق عبد محمد حسين الصافي لماذا هاجمت إيران مواقع في كردستان العراق للكاتب عبد محمد حسين الصافي الهجمات التي قام بها الحرس الثوري الإيراني على مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية مدعومة من أمريكا وإسرائيل تتخذ من كردستان العراق مقرات وقواعد للتجسس على إيران وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف علماء إيرانيين مساهمين بتطوير برامج الأبحاث النووية وتصنيع الأسلحة الاستراتيجية دور هذه الأحزاب لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل دعم حركات زعزعة الأمن الداخلية والتخريب ورعاية عمليات إرهابية تستهدف الشارع الإيراني أن وجود معسكرات وقواعد معارضة كردية إيرانية داخل أراضي كردستان العراق هو خيار أمريكي إسرائيلي مفروض على كرد العراق ولا يعني بالضرورة تطابق مع رغبتهم مرحبا بكم مرة أخرى وجدد الترحيب بضيوفي الأكام الأستاذ محمد إيران تستهدف المجموعات الإرهابية التي تعيث خراب في الواقع الإيراني ويتستهدفها عبر صاروخ ضربة صاروخية وربما طائرات مسيرة وما إلى ذلك قامت الدنيا ولم تنقل في حين نرى أن الأتراك يحتلون أجزاء شاسعة في أراضي عراقية تابعة للإقليم ومن اسمع لا أحد يستنكر ولا أحد يرفض شنو القضية هذا يدخل من ضمن الاستهداف ضد الجمهورية الإسلامية الكيل بمكيالين اليوم حتى أكون طائرات مسيرة تدخل في العمق العراقي طائرات مسيرة التركية تدخل في العمق العراقي لكن ليش جمهورية الإسلامية؟ هذا طبعا هو من ضمن دائرة الاستهداف للجمهورية الإسلامية ومحاولة تحييتها ويدخل داخل الغطاء المجتمع الدولي أمريكا وإسراعيل ومن لف لفها من بعض دول الخليج التفيرة الأمريكية تدعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقف أزاء الضربات الإيرانية ولم تتحدث عن أي من الأعمال التركية أولا الحكومة العراقية لديها علم بالقصف كل عمليات القصف تدري بها وحتى أقليم كردستان بالمناسبة استغرب من هذا الموقف الكردي كل الضربات وكل الاستهداء في هذه المعزكرات حكومة الأقليم تعرف بها والحكومة العراقية تعرف بها بل حتى الأمريكان يعلمون أن الجمهور الإسلامية سوف تقصف هذه المكانات لعلمها بوجود هذه العصابات وكم مرة أبلغت الولايات المتحدة عبر سفيرها في العراق أبلغت أقليم كردستان بهذا الأمر لكنه هو محاولة للضغط على بغداد والضغط على إيران لكسب بعض الملفات بالتالي الحكومة العراقية موقفها كان موقف بين بين لم يكن موقف جدي من هذه حقيقة الضربات ومحاولة إيجاد نوع من الدفاع عن الأرض العراقية لكن بطرد هؤلاء هذه العصابات التي أصبحت متجذرة ومتزعزعة وموجودة في داخل إقليم كردستان يقول إحنا قدمنا 73 وثيقة 73 وثيقة للحكومة العراقية ولحكومة تقليم كردستان وللأمم المتحدة تثبت أن هذه الجماعة تمارس عدواناً يستهدف الأراضي والشعب الإيراني هذا كل مبعين السفيرة الأمريكية تجد طالب الحكومة العراقية بموقف أزائها قبل شوية قلت أنه كل التظاهرات التي صارت بالجمهورية الإسلامية هي كانت منطلقة من هذه الفتاة نعم نفجرت بهذه الفتاة التي نهسا أو الغريب أنه أقول لك بها المعلومة يا أستاذ علاء السيد نجيرفان نفسه بشخصة يتصل بعائلة هذه اللبنية يتصل ويطمئن ويواسي هذه اللي ماتت هي بالمستشفى فبالتالي يجي واسيهم وهي بتأجيج الرأي اللبنية العام هي أجيجة الموضع السيد نجيرفان يتصل بعائلتها ويواسيهم ويقف معهم موقفا ضد الجمهورية الإسلامية هذا حقيقة مواقف غريبة ينبغي أن يكون هناك موقف الأقليم كردستان أن يتسق على الأقل مع حكومة بغداد مواقف يكون موحد ليش كل واحد موقف ثم أكو قرار حكومي أكو رأي للدولة العراقية أكو رأي للحكومة العراقية من هذا الاستداف ممكن يجوز أكو اتفاقات ممكن يكون هناك تفاهمات يدخل القوات المسلحة تدخل في هذا الأمر كل هذه الأمر تجاوزتها أقليم كردستان ولم تعر أي أهمية للموقف الرسمي في بغداد للأسف يعني سيدة تبارك الأقليم ما شفناه فاديو من الأيام تخلى عن دعمه للجماعات الإرهابية الانفصالية الكردية سواء كان في سوريا أو تركيا أو إيران بل حتى جعلت من أقليم كردستان ملاذاً آمناً لإقامة هذه الجماعات يعني كأن الأخوة الكرد في أقليم كردستان يتخذون من هذه الورقة كورقة ضغط أو ابتزاز لهذه البلدان فضلاً عن ابتزاز المركز القضية هالشكل له له عندي شرأي آخر يعني أتفق فيما طرحته خصوصاً أنه يعني موضوع السيطرة جزء من عندي الحكومة الاتحادية حكومات السابقة دائماً ما حاولت أنه تساير الأكراد خلي تمشي هذا التمادي للإقليم على حساب المركز سبب التنازلات التي تصير هي كل تشكيل حكومة وإلا يعني إحنا إذا جئنا على نظام الفدرال الاتحادي أكو حكومة مركزية وأكو أقاليم تنظموا تحت هذه الحكومة المركزية تنظم علاقتهم أو تنظم علاقتهم وفق الدستور لكن هناك كثير من الملفات العالقة بين المركز والإقليم اللي من ضمنها مثلا النفط والغاز المناطق المتنازع عليها موضوع البيش مرقة والسيطرة على الإقليم كلها مشاكل عالقة بين الطرفين ما كو إلها تسوية مو بسبب حكومة بغداد بسبب تعنت يعني الإقليم بفرض شروط يعني أعتقد أعتقد المسؤولية على الحكومة الحالية كبيرة لإنهاء هذا الملف الخطير خصوصا أنه طالما الشمال مستباح ولا توجد سيادة للقوات العراقية على الشمال معناها أنه راح يستمر ملف القصف يوم تركيا هسا ربما الازدواجية بالتعامل مع هذا الملف واضحة ذكرت حضرتك السفيرة الأميركية بالوقت نفسه كان هناك عملية عسكرية تركية بعد الانفجار الحسن بإسطنبول عملية تركية عسكرية مصرح بها على الشمال السوري والعراق والجريمة الكبرى التي ارتكرت الطائرات التركية في قصف المصيف والذي راح ضياري تحدث كبير من أبناء النجف وأبناء الوسط يعني هي هذه الازدواجية بالتعامل مع يعني الانتهاك نشوفها بس الاحتلام نشوفها بعد ذلك يعني نحن شفنا أن طموحات الأخوة الكرد يعني قوبلت برفض حتى من قبل حليفهم الولايات المتحدة الأميركي نحن ذهب الأقليم إلى إجراء الاستفتاء نعم صحيح فشنو اللي تريد تكسبه من خلال زعزعة أمن الدول الأربعة يعني إذا تذكر أستاذ علاء بوقتها كان الرفض واضح خصوصا أنه كردستان ترى ما تمتلك مقومات الاستقلال مقومات دولة نعم نحن شفنا البيش مرق وكشف ضعفهم باحتلال داعش تركوا أسلحتهم وما واجهوا داعش وبالتالي يضطر الإقليم أنه يجي جنرال قاسم سليماني يدافع عن الإقليم ويدعم القوات الكردية بمحاولة الحفاظ على كردستان من الاشتياح حتى موضوع الجانب الاقتصادي كردستان تحتاش على الحكومة في بغداد وبالتالي ما تمتلك بغض النظر عن المشاكل اللي يثيرها مثل هكذا موضوع بمنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة بهذه الفترة ظالمها أنه هي متشهة لإدارة المنطقة من الخارج ما رح تخلق ملف مع عدم قدرة الأكراد على يعني إدارة دولة بكامل هو ما يثيرها بالنسبة لتركيا وتركيا حليف للولايات المتحدة وجزء من النا يعني الناتو وأيضا ما يثيرها من مشاكل لكن هي مجرد محاولات لزعزعة الأمن والضغط على بغداد ومن ثم الضغط على الإيرانيين بهذا الملف وهم الأكراد اعتقد يعرفوا لذلك يعني بعد أن فرضت الحكومة العراقية السيطرة على شفنا الموقف الكردي في ظل يعني رفض دولي وموقف عربي موحد يعني بعدم دعم الانفصال أو انفصال كردستان شفنا أنه الخطاب خف والليونة خفت يعني زادت عفو نعم سيد محمد هناك من يقول أن في الدول الأربع المكون الكردي ممسوك بقبضة قوية من قبل أنظمة هذه الدول الثلاث إيران تركيا وفي الآون السابق كانت سوريا ولا توجد لهم مساحة يمكن أن يتحرقوا بها بشكل غير خاضع لرقابة المركز اللهم إلا في العراق الذي تفتقد فيه السلطة المركزية قدرتها على أن تمسك هذا الإقليم هذا الأمر هناك من يقولون هذا الأمر هو ما دفعه قادة الأقليين لأن يتبنوا كل الحراك الكردي في المنطقة لإشباع رغبات بعض العوائل لتكريس زعامتها كيف تقرأ الموضوع؟ خلي نرجع للزعامة طبعا الزعامة إذا نلاحظ على رئاسة الأقليم هي رئاسة الأقليم يعني عائلة وموحدة والنائب من نفس العائلة والنائب الثاني من نفس العائلة رئيس الحكومة كذلك من نفس العائلة هو هذا التكريس لكل القرار السياسي والسيادي هذا الجانب الجانب الآخر أنا أؤكد لك أنه هو يأكو من حزب الاتحاد الديمقراط الكردستاني هو ممتحد من هذه الإجراءات وهو غير راضي عن هذا الاستفرات بالقرار والسيطرة على القرار السياسي الكردي الجانب الثالث هو محاولة الانفتاح عندما وجد حكومة أقليم كردستان عدم يعني ضيقها من كل الجوانب بدأت بالانفتاح على القوى الكبرى وشفناها شوناها على الولايات المتحدة وجدنا أقو شعب في داخل أقليم كردستان شعب إسرائيلية كل هذا حتى يقوي موقفها في الإقليم وتكون نت قوي للحكومة المركزية عندما شافت الحكومة المركزية ضعيفة وعدم قدرتها على التعاطي معها وإيقاف عدحتها بالتأكيد تمكنت من هذا لذلك نشوف اليوم الزيارات اللي يقوم بها رئيس الحكومة وحتى السيد البرزاني إلى دول الأوروبا هي محاولة لتثبيت موقف لهم إيجاد يعني مرتكز لهم هناك نجد أنه أصبح إقليم كردستان مرتع وقاعدة لكل الجنسيات ومن كل مكان وهذا هو ربما ما يدفع عائلة البرزاني لمحاولة تكريس زعامتها للحالة الكردية بهذه الدول الأربع خصوصا خصوصا بعد أن تخلصت من المنافس الكبير والقوي عبدالله أوجلان الذي يرزح تحت وطأة السجون التركية سيدة شاهد أنهم جيل الثاني والثالث هم من نفس العائلة وهي تحكم الأقليم بالتالي سيدة تبارك اليونامي الولايات المتحدة الأمريكية أدانت الضربات الإيرانية هذه الضربات التي وجهت حصرا لمعسكرات أشار إليه الأستاذ محمد أنها تؤوي إرهابيين وأعداد كبيرة من الأسلحة والأجهسة الاستخبارية الدقيقة ما قيمت هذا الرفض وهذه الإدانة خصوصا بعد إذنك يعني خصوصا أن السفير الصادق قال أنه إحنا ودينا ما يزيد على الـ 79 وثيقة دامرة حتى للأمم المتحدة طيب يعني هذا الموضوع وكل يعني موضوع مشابه إليه نحلي نتعامل أو نفصل به بطريقتين مرة نجاوب كباحثين نعم كعارفين بطبيعة النظام الدولي نقول أنه هذا إلى إثار على الاعتبار أنه هناك مركزية بالنظام الدولي وهناك قوى مهيمة واليونامي تابعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة بمثابة الحكومة العالمية المسؤولة على حفظ السلم والأمن الدولي نتعامل مرة نتعامل وياك عراقيين أحرار يعني شنو أثر اليونامي في ظل أنا ألاحظ كمواطن بسيط أكو ازدواجية أكو احتلال تركي مين شاف ولا تقدر تشوف اليونامي ولا الولايات المتحدة وأكو ضربات يعني إيرانية استباحة للأراضي استباحة للأراضي يعني من جانب التركي من الجانب الإيراني يابعا تجي يعني الجمهورية تقول لهم إيران أو غيرها أي دولة يعني تقدم للعراق تفاصيل بالمقرات بالأسلحة الموجودة بالمهاجمين اللي يهاجمون أمنها القومي سواء كانت إيران أو تركيا وتكون الحكومة العراقية عاجزة طيب أنا خلي أسأل فلنفرض قدامنا شخص يعني أميركي اليوم شنو مقدار الحرية اللي تتمتع بها دولة مثلا مثل المكسيك ملاسقة للولايات المتحدة من حرية باتخاذ سياساتها على الأقل الداخلية مول خارجية تتمتع المكسيك بحرية من دون تأثير الولايات المتحدة طيب الولايات المتحدة وهي في جزء الكرة الغربي تجي بالشرق الأوسط تحمي مصالحها بجزء آخر من الكرة الأرضية تحت حجة حماية المصالح الأميركية حماية الأمن القومي الأميركي الأمن القومي من جانب لجانب من الكرة الأرضية لها حق تحميه دولة ملاسقة لدولة أخرى هناك احتراب وإجالة فهذا تبقى تحددها المصالح الأميركية هذا الكير بالمكيالين الذين لا يحتكمان إلى العقل والمنطق السيدة تبارك الراضي الأستاذ محمد حسن الساعدي أنتم أيضا أيها الأحبة نقرأ سوية مقطعا من مقال حمل عنوان لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق الكاتب ماجد الشوالي لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق للبحث بشأن السياسي ماجد الشوالي كيف سيكون المشهد لو أن إيران اشتاحت المناطق الشمالية حماية لأمنها بظل احتلال تركيا لمناطق شاسعة في الأقليم للسبب ذاته صحيح أن تركيا اتخذت من ملاحقة حزب العمال ذريعة وأنها تمادت في الأمر لأن لها أطمعا استراتيجية في العراق وسوريا وإيران لم تقم بخطوة من هذا القبيل لكن على فرض أن إيران اضطرت لدخول إقليم كردستان فأي بلد يحترم نفسه يستسيغ مشهد وجود اجتياحين من دولتين جارتين في وقت واحد ولسواد عيون من لأجل عيون منظمات ارهابية مدعومة من أمريكا وإسرائيل أنه للعجب العجاب مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى أجد الترحيب بضيوفي الأكارم سيد محمد يعني أكو اتفاق إيراني عراقي على نزع سلاح هذه الجماعات التي تتخذ من أقليم كردستان وكرا لممارسة اعتداءاتها على الجمهوري أسلامي هذا الاتفاقية الحكومة العراقية قادرة على أن تتخذ إجراءات لنزع سلاح هذه الحركات طبعا هذا مشكلة يعني هي مشكلة أمام الأقليم إحنا عدنا مشكلة أمام أمام المركز أمام الأقليم مشكلة المركز أمام الأقليم جيد الحكومة العراقية اليوم في موقف يعني حقيقة حكومة السيد السوداني بإرادتها تملك إرادة قوية نعم سيد السوداني عازم على أن يبني دولة أعم يعني ولدها دعم قوي من قبل كل القوى السياسية نعم لديها دعم أقليم جيد ودعم أوروبية يعني من المجتمع الدولي لذلك اليوم عليها وزيارتنا جيرفان اليوم لها بغداد أعتقد تدخل من ضمنها ملف الاحتداءات الأخيرة واللي وجود العصابات الإرهابية سواء كانت المعارضة لجمهوري الإسلامي أو المعارضة حزب العمال الكردستاني لذلك من ضمن الملفات المهمة التي سوف يناقشها السيد السوداني معني جيرفان هي هذا الملفات أكو شغلة جدا مهمة الإطار التنسيقي وحتى السيد السوداني حكومة العراقية كلها أجمعت على أنه هذا الملف هو مو ملف تابع لحكومة كردستان ما ممكن اليوم تفصل به حكومة قليم كردستان هذا الملف عراقي تدير الحكومة العراقية نعم هذا من مختصات المركز هو ملص عليه الدستور العراقي دولات له دولة حدودها من دهوك إلى الفاو هذه حدود بلدنا لذلك اليوم هذا الملف يجب أن يقاد وأن يدار من قبل حكومة السيد السوداني حصرا وأن يكون هناك موقفا دبلوماسيا وأن يستوجب ذلك إلى زيارات متبادلة بين الجمهورية الإسلامية وبين العراق كذلك ينبغي على حكومة قليم كردستان أن تسمح للقوات المسلحة العراقية الدخول وحماية الحدود الشرقية للعراق لكن هؤلاء المركز قادر على أن يفرض هذا الدخول؟ نعم قادر نعم قادر لهم وهل حكومة الإقليم تسمح للقوات المسلحة لدينا قوة؟ هو هذا سؤال يعني لدينا جيش عراقي ولدينا حشي شعبي قادر على أنه ينبشهم نبش يوصل إلى مغارات ويوصل إلى الكهوف ويوصل حتى إلى النقر اللي يختبون به ساذ محمد يعني المؤسسات الرسمية العراقية مثل هذا المعني بالتدقيق المالي غير قادر على أن يصل أو يدخل إلى المؤسسات المالية في أقليم كردستان هل مرة يريد أن يدخل الجيش العراقي يقدر؟ نعم يقدر الحكومة العراقية إذا كانت تمتلك الإرادة القوية والله هذا ما نأمله من الدولة الغريف السوداني الذي نعول عليه كثيرا أنا أعتقد يملك الإرادة القوية نعم هو يملك الإرادة دون الشيك ويملك العزيمة إلى حكومة تقريم كردستان وحسن النرايا الشيء الثالث هؤلاء يجب أن نصنفهم وجود هذه العصابات وجود هذه المعسكرات هل هم عصابات إرهابية؟ إذا عصابات إرهابية نطرتها خارج العراق إذا عبارة عن لاجئين نصنفهم كلاجئين الحكومة العراقية هي المسؤولة وهي من تصنفهم وهي من توفر لهم مستلزمات كلاجئين تدخلهم من ضمن برامج الأمم المتحدة وبرنامج المساعدات للحكومة العراقية حكومة السيد السوداني أستاذة تبارك أنا أعود على نفس السؤال ربما أغير الصياغة هل يمكن أن نرى انتشارا للجيش العراقي وليس البيشماركة على الحدود العراقية الإيرانية؟ طبعا خليها عن رجعة فيما ذكرت من نقطة بأن أهل القوات العراقية تستطيع طبعا تستطيع ونحن شفنا في 2017 فرض القانون في كاركوك أنا ما جاي أقصد على إمكانياتها الذاتية أنا أقصد أحنا أجل المعيق الإيرانة موجودة اللي يعيقها بحاجة لدعم دولي اللي صار في 2017 اللي صار أنه مسعود برازاني يتجاوز خطوط الحمراء اللي يمخليها إلى المجتمع الدولي الولايات المتحدة حلفاء وغيرهم لذلك كان تخزين بالاستبتاء؟ طبعا نعم لذلك الموقف الحكومي العراقي المركزي كان إلى دعم خارجي وداخلي عربي ودولي لذلك الإيرادة موجودة نحتاج إلى أن يعني المجتمع الدولي يأيد بالنسبة لانتشار الجيش العراقي طبعا بكل الأنظمة الفيدرالية على اعتبار أن العراق الفيدرالي نعم هناك قوات المسلحة الوطنية هي التي تحمي لأن الحكومة المركزية مسؤولة عن الملف الأمني وتوفير الحماية للدولة كاملة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والمالية مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومسؤولة عن العدل تبقى من صلاحيات حكومات الأقاليم الخدمات التعليم التشريع الداخلي يعني الحالة الوحيدة والاستثنائية والنادرة هي حكومة تقليم كردستان نعم على سبب التساؤل يا سيدة فعلا هذا اللي يخلي أنه ماكو سيطرة كاملة يعني للحكومة الاتحادية على العراق كامل شوف اليوم نسمع الأخوة الأكراد نريد بالرئيس الوزراء أن يكون رئيس وزراء لكل العراقيين نريد أن يكون قبل كل العراقيين طيب هذا يستدعي أن تكون سيطرة السيد السوداني بصفة قائد عام للقوات المسلحة على كل أراضي العراقية تسمحون بهذا الشيء؟ هذا المحل التساؤل بالإضافة إلى أن أبه إلى قضية يعني ربما فيما يتعلق بالاستفتاء الذي أقيم في كردستان وحصل عليه موقف دولي داعم لموقف المركز في العراق هذا فيما يتعلق به بعد إذنك يعني هذا فيما يتعلق بإجراء داخل الإقليم الآن وكأن الإرادة الأوروبية الإرادة الأمريكية ذاهدة باتجاه دعم الحركات الإرهابية المناوئة للجمهورية الإسلامية فلا يمكن أن نحقق موقفا دوليا مؤازرا للمركز فيما لو اتخذ إجراء من هذا النوع نعم خصوصا أنه يعني الولايات المتحدة لا تريد تخوض حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية لذلك تعتمد على أنه الاختراق من الداخل عبر الحركات الإنفصالية رغم أنه هي تفشل في كل مرة نحن دائما بالتظاهرات نشوف الاختراق مرة على صعيد دبلوماسيين حتى يكونون متورطين بهذه الأعمال ويمكن شفنا مرة اعتقلت القوات الإيرانية السفير البريطاني أو دبلوماسي بريطاني كان من ضمن حركات الاحتجاج وأيضا غيرها عمليات الاختراق باستهداف شخصيات علماء بالبرنامج النووي وغيرها لذلك هذا الملف الاختراق متوجه لشخصيات إسرائيلية والإضافة لشخصيات أمريكية لكن الأمر متعلق بحكومة بغداد اليوم إذا نريد دولة قوية موحدة يعني أنه تكون سيطرة الحكومة المركزية في بغداد خصوصا أنه هذا ما يتوافق مع كل الأنظمة وإحنا نريد نظام فدرالي إذن النظام فدرالي أكو سيطرة مركزية على كافة الأقاليم التابعة قوية رحيات محددة للإقليم والمركز نعم صحي وأنا ذكرت لك أن الحالة الاستثنائية هي حالة حكومة إقليم كردستان وطالما اليوم حكومة السيد السوداني بإمكانها تمتلك كل الأدل والوسائل التي تستطيع من خلالها فرض الحكومة يعني أقصد فرض السيطرة الحكومية هناك احتلال تركي على الأراضي العراقية قواعد تركية مدرجات طائرات الأتراك واصلين مرحبا ويعني لأن الحرب الإعلامية تحركها الوسائل السياسية والمصالح لهذا ما نشوف إحنا أي ذكر في مواقع التواصل من يتحول الموضوع لقضية رأي عام ما نشوف أي واحد يجيب طارئك واحتلال وقواعد تركية يعني أنا شوف إحنا الموضوع ما متعلق فقط بقرارات حكومية يوم إحنا كعراقيين إحنا الريد بلدنا يبقى واحد موحد الأمر ما متعلق فقط بسيطرة بغداد على شمال العراق إحنا عراق واحد موحد رغبتنا كل العراقيين ما يرغبون بانفصال الأكراد أخوتنا نشتركوا إياهم بالتاريخ نشتركوا إياهم بالأرض لذلك أي محاولة انفصالية يجب أن تقمع وتنهى هذا تقسيم العراق وتحويله لدولات صغيرة ما يخدم غير المخطط الصهيوني الأمريكي بالمنطقة لذلك يعني أنا مرات برحدة أقرأ بالتعليقات للسفيرة الأمريكية بحسابها يعني أقول الحمد لله أن العراقيين بهذا الوعي قالوا له أنت ما تشوفينك واحتلال تركيا على الأرض وقواعد عسكرية تجين على انتهاك يعني الحمد لله أن العراقيين مؤمنين بفكرة الوحدة مؤمنين بفكرة أن يكون العراق واحد كامل من دون أي تقسيم ومؤمنين أن مشروع التقسيم هو مشروع أمريكي صهيوني سيد محمد إيران إيجت بريطانيا وقرصنت على إحدى بواخرها قرب جبل طارق الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن الطير أحدث طائرة بلا طيار للتجسس فأسقطتها إيران إيران عند اغتيال القائد سليماني قصفت عين الأسد بعشرات الصواريخ الآن تجي أمريكا تريد من إيران أن تسكت وهي ترى معسكرات تؤوي جماعات إرهابية تستهدف أمنها إيران تستسيخ هذا الأمر الجمهور الإسلامي لن تسكت يعني نتوقع إحنا إيران تسكت تعالوا خلي نخترق حدودكم ونخترق مجتمعاتكم ونبدأ باغتيال القادة ونخرب المواقع المغنية وانتوا عليكم تسكتون طبعا من ضمن البرنامج النووي داخل قضية استشهاد سليماني نعم واشترطت الحكومة الأمريكية أنه هذا الملك كون ينغلق جيد ورفضت الحكومة الإيرانية رفضا قادة عن هذا عديد في هذا الأمر نعم لذلك الجمهورية الإسلامية لن تسكت وسوف ترد بقوة ردت بصواريخ على هذه المعسكرات وسوف ترد في أماكن أخرى سواء كانت في سوريا في اليمن في أي مكان حتى سوف تستهدف سليماني ما ينترك وسوف تستهدف المصالح الأمريكية في الخليج ردا على هذه التظاهرات اللي بين علاماتها ببعض دول الخليج هي تدعمها ماليا إعلاميا وشوف القنوات الإعلامية الضق الهائل ليل مع نهار دق على هذه التظاهرات ومحاولة ضخ الشباب تحفيز الشباب الخروج إلى الشارع سواء كان نساء أو رجال طبعا أنه هناك دورا سعوديا فيها الغريب والجميل في هذا الأمر أنه الشعب الإيراني واعي جدا ومفقف جدا ومتماسك جدا مع حكومته لذلك أي مخطط نراه يسقط أمام هذه الإرادة وأمام هذا التوافق وأمام هذا الشدة وأمام هذا التماسك بين الشعب وبين حكومته ربما هذا الشيء فريد لا نجد شعبا هل قد يحب حكومته ومتلاسق بشدة مع الحكومة اليوم قدم الشعب الإيراني نموذج رائع في تمسكه بحكومته ورفع راية الانتقام لهؤلاء الشهداء القوات الأمنية اللي راحوا ضحية هذه العصابات طلبوا ضرورة الانتقام من هؤلاء العصابات لذلك أحقيق النموذج كل شيء رائع موقف إيران يعني الموقف القانوني في الجمهورية الاستامية القانوني هي لا تجاوزت على أحد ردت دافعت عن وجودها وأمام عين العصابات وبعلم الحكومة العراقية سواء كان حكومة إقليم كردستان أو الحكومة العراقية المركزية وبعلم المجتمع الدولي والأمريكان كلها تدري حين أحضرت حين أحضرت الأمم المتحدة بذلك أيها الأحبة أنا أتقدم بشكر جزيلا لضيوفي الأكارم كما بيودي أن أقرأ ما كتبه المعد الإعلامي قاسم العجرش من خاتمة يفرح كثيرا من أدعياء السياسة من أولئك الذين تستهويهم أنا شيد يا حو متبع لوجرينة وهل هو للبعث الصامت بما يجري في إيران هذه الأيام من أحداث تقف وراءها أجندات إرهابية مكشوفة المصادر والمقاصد والأهداف وهو فرح الأغبياء فما يجري هناك سيكون له صدا هنا وصداه عودة الإرهاب إلى العراق وهو أمر باتت ملامحه السوداء بانت ملامحه السوداء في كركوك وصلاح الدين وديالة مؤخرا علينا وعلى حكومتنا أن تجنب بلادنا هذا الشرر المستطير وأن نفهم جيدا اللعبة وأن نقرأ ما بين تصريحات السفيرة الأمريكية على أنه تهديد صريح فج ومكشوف في أماننا